في إطار مشروعها الإغاثي المقدم للنازحين والمتضررين من الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوث والمخلوع وزعت مؤسسة توكل كرمان الدولية المساعدات الإغاثية العاجلة للأسر النازحة من مديرية الوازعية في محافظة تعيز ننفذ نحن اليوم مشروع الإغاثة العاجلة إلى المتضررين في مديرية الوازعية استهدفنا تسع قرى من القرى التي نزح إليها الأهالي هناك في منطقة بني محمد وبني شيبة وبني عمر والبيرين والداشن والنويها وننفذ نحن الآن حاليا في النشمة بما يقارب 700 سلة غذائية متكاملة لهؤلاء النازحين في العراء مئات السلال الغذائية المتكاملة تضمنتها هذه المرحلة التي جاءت كما يقول القائمين عليها تلبية لنداء الاستغاثة الذي أطلقه النازحين وشاركت في توزيعها قيادة الجيش الوطني هنا بمنطقة النشمة رغم أن تعز كلها تعيش الحصار وتعيش الحرب وتعيش القتل وتعيش التهقير والتدمير إلا أن هذه المنطقة أي مديرية الوازعية هي أكثر المناطق التي تضررت في تعز وبالذات في تشريد سكانها من قبل الميليشيات الإنقلابية المجرمة التي أتت تقتل وتدمر البيوت والمساكن والمدارس وكل شيء جميل في هذه المناطق نشكر مؤسسة توكو الكرمان لقيامة بهذه البادرة وندعو بقية المؤسسات للنزول على دعم الأخوة النازحين من بقية المناطق الصل وغيرها من المناطق التي يعانوا أيضا في هيقة العبد والمقاطرة والمفاليس يعانوا المواطنين الكثير نتيجة ولا ارتفاع الأسعار نتيجة حصار الميليشيات الإنقلابية ونتيجة الوضع الحالي لهم نتيجة الحرب لا شيء يضاهي فرحة النازحين بما قدم لهم اليوم بالنظر إلى الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشونه في ظل حياة النزوح والتشرد تعتبر مديرية الوازعية من أكثر مديريات محافظة تعز تضررا من الحرب حيث شرد أغلب أبنائها وتوزعوا على عدد من المديريات المجاورة في ظل حياب الجهات الرسمية عن القيام بواجبها تجاه هؤلاء النازحين برزت مؤسسة توكل كرمان الدولية في تلمس احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم متنقلة بين أحياء المدينة وأريافها فواز الحمادي قناة بلقيس تعز اشتركوا في القناة